البند الرابع في خطاب الاهلي للاتحاد مهم جدا حتى وإن بدأ أنه بأثر رجعي قاله مطلوب الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الاهلي وأخفى خطاب الكاف الخاص باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة نهائي 21-22 هي كانت 22 وفقا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حين زاك هنا حتة بس للشرح فاكرين أنت الفاينال بتاع الأهل والوداد وأن البطولة تتلعب من مباراة واحدة وقتها وزارة الشباب والرياضة اكتشفت أن عندها لجنة مهمة جدا اللجنة دي لو تم تفعيل دورها في كتير من جوانب الكورة والرياضة كتير قوي من المشاكل اللي الموانس عادة بيتكلم فيها تتحل بس أنا واحد من الناس بعد 35 سنة خدمة في سنوي اكتشفت أنه مفيش أول مرة نسمع أن الهيكل الإداري لوزارة الشباب والرياضة فيه لجنة بلغة الأهمية اسمها لجنة مكافحة عدم الشفافية والفساد الرياضي دورها أن تتعقب الأمور اللي ما فيها الشفافية دورها الحفاظ على الشفافية في الوسط الرياضي دورها مكافحة الفساد الإداري الموجود في الشفاف الرياضي هي مكافحة يعني إيه؟ أننا أعرف أن فيه فساد وأننا أعرف مين الفساد سببه؟ طيب ولنا 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 معني بعد ما أعرف أننا أعالج مكافحة يعني إيه؟ أننا أقضي على الفساد ده؟ لكن أنك تعرف وتشاور وتقول خلاص أنا كده عملت اللي علي طيب الوزير ساعتها مشكورا شك اللجنة من خلال هذه أو كون فريق من خلال هذه اللجنة ضمت عددا من أستاذ القضاء بحسب بيان الوزارة وقتها تقريبا الكلام ده كان في يونيا 22 وفي 16 يونيا 22 طلع بيان من وزارة الشباب الرياضي قالوا أنه نتيجة أعمال قامت بها هذه اللجنة المعنية بمحربة عدم الشفافية والفساد الرياضي وأنه بعد ما قالت كذا 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 أوسط وكشفت أنه الإدارة التنفيذية في الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولة عن لحصل وأنه النادي الأهلي أهدر حقه في أنه يلعب المباراة النهائية لدور الأبطال على أرضه وقالت الوزارة في ضمن البنود اللي قالتها أنه من ضمن ثلاثة أربع توصيات طلبة اتحاد الكرة بضرورة تطوير آليات العمل في الاتحاد بما يضمن الشفافية وكشف الحقائق خاصة فيما يتعلق بالمخاطبات الدولية والخارجية خدوا بالكو كلام اللي تقال في يونيا 22 هو اللي احنا بندفع الثمن ودلوقتي في داية الحق برضو عدوا فينا لحظة أستاذ براهين إنك أنت لا بس عشان ده الربط بين ده ومن ده ما أنا أنت بتربط بس طلبت ايه مراعاة مستقبلا لكن ما طلبتش وفون عملته ايه في الموقف المتسبب ده إذن أنت حددت اللجنة حددت مسؤولية الإدارة التنفيذية للاتحاد وطلبتهم إنه يطور آليات كشف اللي عمل بالشفافية فيما يتعلق بالمخاطبات بصوا عشان إحنا ما منتعلمش من أخطاءنا أو حرصين على تكرارها اللي اللجنة الوزارية حذرت منه في يونيا 22 هو اللي النادي الأهلي بيطلب بيه دلوقتي دلوقتي في 24 بيقول للاتحاد هو أنت بعد تقليل الفيفا والفيفا رد عليك قال لك ايه كلام ده محدش يعرفه ليه لأنه ما فيه شفافية برغم أن الاتحاد عمده موقع رسمي والنادي الأهلي يقدر يخضه وبعت له ورد عليه طب بيبعت للطرف الشاكي اللي هو النادي الأهلي انت لجأت للفيفا قلت له ايه والفيفا رد عليك وقال لك شأن داخلي و ايه ليه مش احنا مش حرصين على الشفافية اللي فيها مطالبة من سنتين فاتوا انه عندك مشكلة في المنطقة دي عندك مشكلة في الشفافية شكرا للمشاهدة